السلام عليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من سيناريوات نهاية الحرب الحلقة السابعة عشرة في هذه الحلقة سأتناول عنوانا يبدو أنه يعني بعيد بعض الشيء عن مشهد الحرب الدائرة في غزة لكنه يتصل به في الصميم في الحقيقة وهو دعوة لاستكشاف الترابط بين جبهتي غزة وأوكرانيا النقطة الأولى في الترابط هي في الحقيقة ما يلفت الأنظار من خلال متابعة مجريات الحرب في غزة توقيت يعني توقيت طوفان الأقصر هو توقيت عبقري في الحقيقة بغض النظر إذا كان منسقا مع الروس غير منسق وهذا هو الأرجح أنه غير منسق لكن هو مبني على دراسة دقيقة وعميقة وتفصيلية وأعتقد استخباراتية أيضا لمسارات الحرب في أوكرانيا وما أقصده هو ثلاثة عناصر في مسارات الحرب في أوكرانيا المسار الأول هو الإنهاك الذي سببته حرب أوكرانيا للسياسة الأمريكية بوصولها إلى طريق مسدود فشلت العقوبات في توجيه ضربة قاضية لروسيا كان الرهان أن روسيا تستدرج إلى الحرب بغباء وأنها لم تقم حساباتها جيدا فيغريها الذهاب إلى الحرب وعندما تذهب إلى الحرب هناك حزمة عقوبات غير استثنائية وغير مسبوقة ولن تتوقعها روسيا بما فيها مصادرة الاحتياطات الروسية الموجودة كودائع في البنوك الغربية وخصوصا الأوروبية منها ضرب السيل الشمالي يعني أنبيب الغاز التي كانت للتو قد جهزت للاستخدام الرهان الروسي على العلاقة المميزة مع ألمانيا أنه إطاحت كل شيء دفع واحدة بصورة تفوق تقديرات والتوقعات والحسابات الروسية سحب كل السويفت ربط البنوك الروسية بالبنوك العالمية وبالتالي العجز عن القيام بأي عملية تجارية الرهان كان أن هذا وإضافة طبعا صحب الشركات التجارية العاملة في روسيا يعني شوي بدنا ننعش الذاكرة لما كانت عليه الأمور في أذار العام الماضي هذا الذي يسمى يعني البانيك الانهيار المتسارع كحجارة دومينو كان الرهان أنه هذا لا يمكن للاقتصاد الروسي أن يستفيق من هذه الضربة وأن النتيجة ستكون فورا انهيار العملة الروسية انهيار العملة الروسية بتصبح مثلها مثل ما صار بعملة فنزويلا يعني في ظل العقوبات الأمريكية تحمل بالأكياس يعني وبالتالي هذا الانهيار سيؤدي إلى انفجار اجتماعي بروسيا وأنه بيطلع الرئيس بوتين ورّت الشعب الروسي بمعركة غير محسوبة روسيا ليست أهلا لها ولا قادرة على خوض غمارها وبالتالي بيكون التهيئة لتغيير سياسي في روسيا على قاعدة تحميل الرئيس بوتين وفريق عمله مسؤولية هذا الفشل واضح كان أنه فيه تلاوين سياسية يمكن أن تتحرك وأن تكون على جهوزية للتحرك ويمكن الإسرائيليين ما يكونوا بعد عنها على كل حال فشل هذا وبدأ أن روسيا مستعدة جاهزة قادرة بل بالعكس حولت العقوبات من تحدي إلى فرصة واستطاعت أن تنهض بالاقتصاد الروسي بصورة غير عادية وأن تؤمن أسواق بديلة عن أوروبا لنفطها وغازها وأن تحول اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسي إلى فرصة لتدفيع أوروبا ثمن هذه العقوبات ونحن لا نزال في دائرة هذه المرحلة على كل حال هذا الرهان على البعد العسكري الصمود الأوكراني تحت عنوان وطني وتكرار تجربة أفغانستان وأنه الآن الجيش الروسي يجري التنكيل به وتقديم المال والدعم والصناد الوطنية اللي كانوا خبرونا بالزمانات بالتسعين بعد انهيار الاتحاد السوبيتي أنه ماتت القضايا بل انتهت تاريخ ما بقى في شيء اسمه وطنيات الآن في يعني عولمة تحكم العالم وأوكرانيا جزء من منظومة العولمة فجأة فاؤوا على الوطني فاؤوا على التضحية من أجل القيم يعني يطلع ماكرون يقول إن للديمقراطية ثمن يجب علينا أن نتعلم دفعة على كل حال فشل الرهان أيضا على هذه الوطنية الأوكرانية بين اليلين وبالتالي الحرب تحولت إلى عبء لا عارفين كيف يوقفوها ولا أدرين يكملوا فيها ولا أفق أصلا يرتجى وجه الحديث عن الهجوم المعاكس وشهر واثنين وثلاثة وأربعة فهذا الجانب إذن المأزق الأمريكي هو الركن الأول أن أمريكا مستنزفة يعني مستهلكة سياسيا اقتصاديا ماليا عسكريا هي أمام معركة مع مين؟ مع روسيا ثم معركة مع الصين ثم غافلة عما يجري في الشرق الأوسط فعلا مثل ما كتبت الصحف الأمريكية عن الرئيس بايدن أنه منقطع عن الواقع يتوهم أنه قادر يروح يعمل تطبيع سعودي إسرائيلي وأنه إسرائيل هي الدولة الأولى في المنطقة وأنه ممر الهند إلى إسرائيل فجاء التوقيت مبني على هذا الركن الأول الذي يقول أنه أمريكا في مأزق أمريكا في قربة عن حقيقة ما يجري وبالتالي هي جاهزة أو مهيئة لتلقي صفعة من خارج الصندوق من خارج العلبة من خارج التوقعات وهنا مهم أن نشير إلى مقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مجلة الفورين أفيرز الذي كان مقدم قبل 27 بحوالي 15 يوم تقريبا يعني أقل بـ 28 أيلول لينشر بأول تشرين ثاني وجاء سبعة تشرين أول فكذب كل ما قاله أنه الأمور باستقرار في الشرق الأوسط وأمريكا نجحت في منح الأولوية لملفي روسيا والصين وهدأت الشرق الأوسط وكل شيء تمامه وناموا مرتاحين وإذ جاء سبعة تشرين ليقول أين تعيش؟ أين تحيا أنت؟ فهذا الركن الأول الحقيقة الركن هو هذه الغربة والغيبوبة الأمريكية في ظل إنهاك وتعب ناتجين عن الحرب في أوكرانيا العامل الثاني هو أن إسرائيل وأوكرانيا اللي هن يعني لاعبين أساسيين في العقل الأمريكي وفي المدى الأمريكي تايوان بتجي مرتبة ثالثة يعني تايوان ليست مهيئة لمعركة عسكرية مثل ما إسرائيل وأوكرانيا تاريخيا يعني قراءة برجينسكي اللي بيرجع بيقرى اللي كان مستشار من قومي أمريكي بالثمانينات إن روسيا لا تسقط إلا من أوكرانيا بس ما حدا في يقول يمكن إسقاط الصين من تايوان فأوكرانيا لها هذا الدور التاريخي في الحقيقة مساحة عدد سكان قياساً لدول أوروبا هي واحدة من الدول الكبرى في أوروبا يعني طبعاً ما بدنا ناخد البحر ثلاث كله على أوكرانيا لذلك مش رح نفصل كتير وبالتالي أوكرانيا وإسرائيل بيعتمدوا على التسليح الأمريكي على التمويل الأمريكي على الرعاية السياسية الأمريكية خسارة أي منهما خسارة لأمريكا طيب استنزفت أمريكا مالاً وسياسة وسلاح وذخائر ووصلت لمحل ما هذا الناتو يعني طلع كرتون أنه عايشين على الهيبة الردع الأمريكي والأسلحة النووية وحاملات الطائرات لكن تحت في البنية العسكرية النظامية تبين أنه منخور كله منخور يعني المصانع طاقتها الانتاجية محدودة سواء في الذخائر أو في الأسلحة لحروب ضخمة وبالتالي بدأ دفع المخزون باتجاه أوكرانيا ليتبين أن روسيا مش مخزونها أعلى فقط قدرتها الانتاجية الآن هي أعلى من حاجتها للاستهلاك يعني بتنتج باليوم مية هي بتستهلك سبعين أوكرانيا تستهلك مية الغرب كله بينتج ثلاثين وبالتالي عندما استهلك المخزون من قبل أوكرانيا كل اللي كان عند الغرب بديش يعني دوشكن بالمراجع لكن أي واحد بيعمل سرش على جوجل وبيقول مثلا قذائف مية وخمسة وخمسين مليمتر أوكرانيا أمريكا ناتو بيطلع معه مية تقرير اللي حاكي فيه أمين عام ناتو اللي حاكي فيه ألمانيا اللي حاكي فيه بريطانيا اللي حاكي فيه عدد من الخبراء الأمريكيين أنه خلص المخزون والإنتاج نحن ما فينا نلبي حاجة أوكرانيا تنفق في اليوم بين عشرين وخمسين ألف تضيفة مية وخمسة وخمسين إنتاج أمريكا بالشهر تلاتين ألف واضح؟ يعني الفرق وعن جد أحد الخبراء قال إن ما تنتجه أمريكا في شهر تستهلكه أوكرانيا في يوم واحد طيب شو الحل؟ تخسر أوكرانيا ما في حال تاني تبين أيضا هذا أكيد المقاومة بتعرفون نحن تبين عنها هلا بس عند قيادة القسام هذا كان موثقا بالأرقام أنه الذخائر الأصلية لأي حرب يجب أن تخوضها إسرائيل بدأ تجي من أمريكا كان فيه تخزين أمريكي بإسرائيل وهذا التخزين جرى شحنه إلى أوكرانيا في سياق الحرب أول مئة ألف وتاني مئة ألف من قذائف المية وخمسين يقال ثلاثمائة ألف قذيفة التي جرى شحنها البعض بيقول مئة لكن المعلومات المؤكدة هي ثلاثمائة ألف بكوريا الجنوبية شحنوا لأوكرانيا ما بقى في عنده المخزون الأمريكال بمحل إذا دخلت إسرائيل في حرب لا هي عنده مخزون ولا أمريكا عنده مخزون تعطيها إياه لدرجة أنه سبعة وخمسين ألف قذيفة اللي بعتوا لها إياهن مع هذه الحرب هن مخزون الجيش الأمريكي يعني إذا دخل الجيش الأمريكي في حرب ليس لديه مخزون فإذا هذا جانب كتير مهم الجيش الأوكراني منهك هلأ في واحد من اتنين إما أنه الجيش الروسي بيستغل لحظة الحرب في غزة مبارح مثلا أنا مقالتي كانت أقول أنه خير دعم روسي لغزة هو الذي جرى أمس شو جرى أمس مئة واربعين صاروخ كروز مجنح على أنحاء متعددة من أوكرانيا استهلكت فيها صواريخ الباتريوت ثم مئة وخمسين مسيرة فبدأ الصراخ بأوروبا وبأمريكا أنه بدنا باتريوت مين اللي عم بيصرخ اللي بده باتريوت الإسرائيلي حجم المخزون صفر عم يتدين بايدن من اليابان بعتوا لنا باتريوت وشكروا لرئيس حكومة اليابان أنه أمنوا لهم 200 صاروخ باتريوت يعني إسرائيل هو عم تستهلك تقريبا باليوم بين ما يجري على الحدود الشمالية هون لا نعرف أهمية ما تفعله المقاومة في جنوب لبنان أهمية ما تفعله المقاومة العراقية أهمية ما يفعله أنصار الله وأهمية الصليات المدفعية والصاروخية التي تطلق من غزة حتى على غلاف غزة مش ضروري بس على تل أبيب حتى لو ما نزلت لو ما وصلت إلى أهدافها مجرد أنها تستنزف مخزون الباتريوت والإسرائيلي عم يستعمل ما لديه من تشكيلات دفاع جوي أخرى كويس طاقته في الإنتاج أقل من ما يستهلك في اليوم الواحد فهو عنده مدى زمني باعتقد أطع هذا المدى الزمني مع اليوم الـ 85 والـ 87 من الحرب وبالتالي استهلك مخزونه وهو يستند الآن على ما ينتج يستند على ما ينتج وعلى ما يأتيه من الأمريكي طيب دبابات الميركافا واضح أنه مدافعها بد ذخائر من أمريكا الباتريوت بده من أمريكا الـ 155 بده من أمريكا وإذا أضفنا إلى يعني هذه الأنواع من الأسلحة الأساسية قذائف الطائرات بده من أمريكا طيب الواضح أن قدرة أمريكا على تأمين حاجة الجيش الإسرائيلي انتهت وبالتالي هي قادرة أن تؤمن ما تنتجه المصانع لا أوكرانيا ولا إسرائيل وما تنتجه المصانع هو 10% من حاجة إسرائيل الاستهلاكية في أي حالة حرب و10% من حاجة أوكرانيا حل لأشوف إذن هذا يعني أننا نحن نحتاج إلى أن تبقى هذه الحرب حتى يركع الإسرائيل أد مغطى وناور وكذب وخادع وادعى وهو قادر أنا رأيي أجزم كل الحكي عن إعادة الانتشار وتسميته حزام أمني والحرب مستمرة وإذا لأنه ذخيرة ما في في ذخيرة بهالأد بحدود ألف قذيف باليوم فيهن يرمو ألف وثلاثمائة ألف واربعمائة وعينموهن يوميا على غزة ولا الـ 200-300 باتريوت اللي عم يستعملوهن يوميا بمواجهة الصواريخ الآتية من لبنان واليمن والعراق وغزة ما فيهن وبالتالي ستصبح الصواريخ قادرة على الاختراق وإذا كانت قذائف مدفعية ثقيلة ستصبح قادرة على إلحاق الأذى سواء بالجيش وانتشاراته أو بالمستوطنات الموجودة في شمال فلسطين أو في غلاف غزة وبالتالي حرب الاستنزاف هذه ستنهك المجتمع أو التجمع الصهيوني وستنهك الجيش ولن تكون قدرة الجيش الإسرائيلي على ملاقاته لأنه ما عنده ذخائر هذا شيء ولا مرة بعتقد لما عملنا دراسات وأبحاث وكتبنا وقرأنا ولا لمرة كان أحد العناصر التي يمكن الاشتغال عليها هي أن الجيش الإسرائيلي سيكون في الحرب بدون دقيرة طيب إذا رحنا من ميل تاني عشو استند يعني وين تأثير الحرب أنا رأيي أنه حرب أوكرانيا بتشبه حرب غزة الآن وهي حرب استنزاف وبالتالي واضح أن القراءة الروسية أيضا حتى لو ما في اتصال أن روسيا تقرأ حرب غزة من زاوية المخزون الأمريكي والحاجة الإسرائيلية وأن غزة تقرأ حرب أوكرانيا من زاوية الحاجة الإسرائيلية والمخزون الأمريكي وبالتالي في تكامل بين الحربين وفي تكامل بين المحاربين المقاومة وروسيا وأنا رأيي أنه ما في صعوبة واستحالة لتنسيق بأي معنى التنسيق يعني تخيلوا مثلا في يوم واحد أنه يقرروا المقاومة والروس يعملوا هجوم واسع بالمسيرات والصواريخ بنفس اليوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وأسبوع وعندهم الروس عندهم مخزون وقوى المقاومة عنده مخزون وبالمخزون عند قوى المقاومة مش مضطر الاعتماد على غزة يعني يمكن الاعتماد على من خارج غزة المهم الاستنزاف يعني حزب الله حتى لو بدوا يحترم مدى العشرين والثلاثين كيلومتر اللي عم يستعملون قادر يرمي خمسمية وستمية وألف مقذوف بيوم واحد ويستنزف كل القدرة الصاروخية الموجودة لدى الإسرائيلي في الدفاع الجوي ويجبروا يستنزف ما لديه من مدافع المية وخمسة وخمسين ويرد عليها وكذلك العراقيين وكذلك اليمنيين وطبعا غزة قادرة لديها مدافع مية وعشرين ولديها صواريخ وعم تطلق صواريخ وعم تطلق قذائف وبالتالي استنزاف الإسرائيلي هو الذي سوف يجعله يركع والأوكراني في وضعية مشابهة هلأ عم بيزلغط أصلا بالتركي يعني زلينسكي لأنه بركي الأتراك بيعطوه شيء واضح أنه مخزون الناتو كناتو خلص وبالتالي زلينسكي يبكي الآن ينتحب أنه ساعدونا بعتوله مبارح صواريخ دفاع جوي بريطانية طبعا ليست بكفاءة البتريوت لكن أنه من حواضر البيت شو بدنا نعمل هذا الموجود هذا المتوفر فأنا اللي بدي أقصد أقوله أنه هناك حرب في أوكرانيا وهناك حرب في غزة الحرباني مع عدو واحد هو أمريكا على كل حال ذكره الرئيس بوتين قال أنه أفضل طريقة نعبر فيها عن تضامننا مع غزة هي القول أن الذي يقاتلكم هناك نقاتله نحن هنا وأنا باعتقد أنه هذه كانت رسالة واضحة وأن المقاومة تلقفت هذه الرسالة وأنه بموجب تلقف المقاومة لهذه الرسالة آمل أتمنى وأتوقع أن يكون هناك تنسيق عملياتي غير السياسي لأنه برأيي أن هذا التنسيق العملياتي فيه خير للطرفين وأن هذا التنسيق العملياتي له وظيفة لوجستية محددة واضحة مبنية على عامل أنه الجيشين انهاروا بشريا اللي بيقرأ شو عم بصير على جبهة أوكرانيا بيعرف أنه الجيش الأوكراني خلص كطاقة بشرية مثل ما الجيش الإسرائيلي عمليا خلص كطاقة بشرية وأي واحد برائب هلأ اللي عم بصير بقلب غزة بيعرف أنه يعني تحول إلى ملعب صيد بالنسبة للمقاومة أنه عم يبعث ألوية احتياط بس وصاروا سبع ألوية بخان يونس ورح تقول لك المقام يعملون تماني دقيلك لأنه هذه الألوية التي تزوج بها هي طعم سهل بالنسبة للمقاومين إذا ألوية النخبة وجرى إخراجها من الحرب جاي عم تخوفني بألوية الاحتياط ستحمل أشلاءها واضح أنه نحن خلال الأيام الأربعة القتلى نوعية العمليات الاشتباكات اللي عم نشوف الفيديوهات عنها تستمر ربع ساعة ونص ساعة نحن ندخل مرحلة طبعا ما في شك أنه الألم والمرارة على الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين يجب أن يبقى حاضرا لكن يجب أن يبقى ما هو حاضر أكثر أن الانتقام لهؤلاء هو الوفاء لدمائهم والانتقام لهؤلاء هو بتدمير هذا الجيش تدمير هذا الجيش حتى تركع قيادته السياسية عند شروط المقامة وهذا ليس حلما هذا قابل للتحقيق وليس بعيد المنال سلام القدس لكم وعليكم شكرا لكم وعليكم